اشتركوا في القناة بحث مسار العلاقات الأخوية التاريخية الوطيدة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خدمة للمصالح والأهداف المشتركة كما جرى تبادل وجهة النظر تجاه الأوضاع الإقليمية الراهنة والحرب على قطاع غزة والجهود التي تبذل لوقف إطلاق النار وحماية المدنيين وإيصال المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع وإحلال السلم والأمن والاستقرار في المنطقة كما بحث الجانبان الاستعدادات الجارية لانعقاد القمة العربية الثالثة والثلاثين التي سوف تستضيفها مملكة البحرين في السادس عشر من مايو المقبل وبرنامج عمل القمة والموضوعات والقضايا المقرر إدراجها على جدول أعمال اجتماعي أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية